موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اشتقت اليكم كثيرا فمنذ تقريبا شهرين لم اقم بتنزيل اي فيديو واليوم ان شاء الله بإذن الله قمت واتيت لكم بالفيديو شيق 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 جدا بإذن الله كما عودتكم مواضيع خاصة بالمشاريع الصغيرة فاليوم سوف تكون حلقة حارة جدا لمشروع مهم جدا في ارباح خيالية شاهد مع الفيديو وسوف تحكم بنفسك ان شاء الله مشروع البطاطس المقلية هو المشروع الاكثر ربحا من بين المشاريع الصغيرة فكثرة المطاعم تعطي فرصة كبيرة لهذا الشبان لان يبدأ هذا المشروع لماذا يا اخي لان معظم المطاعم تعاني مشكلا كبيرا في جلب البطاطس وتقشيرها وغسلها وفرزها وهذا ما يسبب الضغط ومضيعة الوقت للمطاعم فاذا قمت بدراسة جدوى هذا المشروع يا اخي اختي ستجد ان هذا المشروع لا يحتوي على الكثير من المصاريف او كثير من رأس المال لبدأ هذا المشروع لان مثلا هذه الالة التي تزق في الحائط فهي لا تتعدى ثمنها 200 درهم بالمغربية او 20 دولار وسوف نتحدث اخواني اخواتي عن المعدات التي سوف تحتاجونها لبدأ هذا المشروع بالكامل ان شاء الله باذن الله وظهر سجدو هذا المشروع وكل ما تحتاج بالاثمينة وبالتفصيل وهنا هذه الالة التي تقوم بشفط الهواء والتغليف بالبلاستيك وسوف تحتاج ايضا ثلاجة لحفظ وتجميد البطاطس ثمن الثلاجة لان يتعدى 50 دولار الى 100 دولار الى 200 دولار على حسب الثلاجة هل هي جديدة ام مستعملة وثمن الآلة التغليف يمكن ان نقولها هي اغلى الآلة في هذا المشروع لانها توفى تتعدى 1000 دولار ما بين 1000 دولار الى 2000 دولار فكما قلنا اخواني اخواتي البطاطس هي واحد من انواع او من المواد الخامة التي تحتاج اليها جميع المطاعم الصغيرة والكبيرة وفي انحاء العالم وببقاء العالم وجميع تلك المطاعم تواجه الكثير من المشكلات كما قلنا للحصول على البطاطس ومن بين تلك المشكلات غسل البطاطس وتقشيرها وفرزها وتقطيعها وغيرها من المراحل للحصول على المنتج المهيئ للطبخ ولهذا فقد جاءت فكرة المشروع البطاطس المجمدة من اجل تحقيق الراحة للعملاء من اصحاب المطاعم المختلفة هدف المشروع هو شراء البطاطس وغسلها وتقشيرها ثم تجميدها والتوزيع على المطاعم والمتاجر والمحلات المختلفة وتلك الفكرة منتشرة بشكل واسع جدا في بلاد المغرب العربي وتحقق الارباح الهائلة وناجحة 100% في البداية لازم عليك الاتفاق مع مطاعم مختلفة في المنطقة التي تسكن فيها أو في المدينة التي تسكن فيها والاتفاق مع المحلات والمطاعم واتفاق معهم على الطلبية التي يحتاجونها في اليوم بهدف توفير الجهد والوقت ويتم شراء البطاطس وغسلها وتقشيرها وتجميدها ثم تغليف البطاطس في اكيس من البلاستيك وتوزيعها ماذا سوف تحتاج يا اخي لبدء هذا المشروع سوف تحتاج اهلا لغسل البطاطس اهلا لتقشير البطاطس اهلا لتقطع البطاطس مكان لتجميد البطاطس واكيس من البلاستيك للتغليف والان اخواني سوف نتحدث عن الجد الجد ان شاء الله باذن الله سوف نتحدث عن الارباح ارباح هذا المشروع اخواني اخواتس تقدروا بالتلت وسوف ننزل مثال على ذلك مثلا اشترينا البطاطس باثنان دراهم ويعني ما هو ثمن البيع او ثمن البيع عند المحلات او عند المطاعم سوف نبيعها بستة دراهم يعني ضرب ثلاثة اثنان ضرب ثلاثة تساوي ستة فاثنان دراهم ثمن المنتج او ثمن البطاطس واثنان دراهم يعني اه تذهب في العمل والالات واثنان دراهم تبقى الربح الصافي لهذا المشروع فكما تلاحظ كما رحظت ان الربح هو الثلث مثال على ذلك مثلا مطعم طلب منك مئة كيلو من البطاطس يطلبوا او يطلبوا مثلا مئة كيلو بطاطس في اليوم مئة كيلو بطاطس في اليوم اه تكون ضرب ستة يعني ستمائة درهم وستمائة درهم لن تكون ربح صافي يعني ستمائة درهم سوف نزيل مئتان درهم لثمن البطاطس ومئتان درهم للعمل يعني العمل والكهرباء ومئتان درهم تبقى صافي الربح وهذا اخواني هذا فقط مثال على اذا كنا سوف نعمل مع مطعم واحد فماذا يعني اذا كنا نعمل مع خمسة مطاعم او عشرة مطاعم سبعة مطاعم في اليوم يعني كل واحد يطلب خمسين كيلو سبعين كيلو مئة كيلو مئتان كيلو 300 كيلو على حسب المطاعم ومن هنا نقول اخواني اخواتي اذا كنت قادر على انتاج طلبية مئة كيلو في اليوم سوف تربح مئتان درهم اذا كنت يعني عشرين عشرون دولارا في اليوم وإذا كنت قادر على إنتاج 500 كيلو كذلك سوف تضرب ألف درهم في اليوم يعني يبقى ذلك على حسب قدرتك وعلى حسب الزبناء أو العملاء الذي تعملوا معهم وكم يطلبون في اليوم من الطلبية ويكون هذا الربح الصافي خارج مصاريف العمل خارج مصاريف أو ثمن البطاطا وخارج عن كل شيء وخارج عن الشحن يعني يمكن الشحن هذه البطاطا إلى العملاء باستعمال موتور سايكل ثلاث عجلات ويمكننا القولة الاستمرارية هي سر النجاح فأنا الآن أتحدث معك عن تجربات 8 سنوات لأن صديقي في هذا العمل هو الذي أرشدني ويعطاني فكرة هذا المشروع وكم يربح في اليوم يعني لاحظت أن هذا المشروع هو مشروع العصر لأن يعني يمكن أن تصنفه رقم واحد من بين المشاريع الصغيرة فكما لاحظت أخي إخواني في هذا الفيديو فإن الآلات تختلف تختلف الآلات على حسب ثمنها وعلى حسب شكلها فيمكن شراءها في المواقع الصينية أو يمكن صناعتها لأن هذه الآلات بسيطة لأن دورها بسيط في الأخير فهي فقط تقطع البطاطا وتقشرها فهي بذلك تستعمل لأعمال بسيطة وليس صعبة جدا أتمنى أن يكون قد أنفتكم في هذا الفيديو إخواني أخواتي وطرحت عليكم هذه الفكرة وبهذا يكون الكمال عليكم وعلى الله بإذن الله ترجمة نانسي قنقر